بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابطال السنوية العامة وحوش المذاكرة دلوقتي يا شباب جايين ان شاء الله علشان نحل التست على يونت وان من كتاب المعاصر من صفحة واحد وستين لصفحة خمسة وستين وكوستشن نومبر وان بيقول لحضرتك لما الواحد مننا يبقى مسافر برا البلد يعني خارج البلاد مفيش حاجة خسارة الدفء بتاع العائلة لما حد يتغرب بيبقى يعني مغترب بيبقى فيه عنده مشكلة انه مفيش حاجة عنده تعوض فقدان دفء الاسرة او دفء العائلة كلمة دي عايزة كلمة يعوض يبقى يدمر وبعدين يعني يتحيز يعني يدور او يلف او يلفق او يحور تبقى الاجابة يعني مفيش حاجة تعوض الايه الدفء بتاع العائلة نومبر تو الرجل العجوز او الكبير في السن نقطة دا جايد بوك الكتاب الارشادي او الكتاب وقرأ الايه التعليمات اللي في الكتاب طيب يمسك هلد مسكة وهاف هلد برضو مسكة ووز هولدن كان يمسك من ناحية القواعد اللي اربع اختيارات صح طيب يا مستر انا هاختر ايه لا انت عند حضرتك هنا ان دا حرف عطف اللي هو و وريد دي بقى نيجي عليها ريد دي معناها يقرأ ونفس التصريف بتاعها ريد والتصريف التاني ريد والتصريف التالت برضو ريد يا مستر جميل جدا انا اعرف بقى ان ريد دي اللي قدامي تطلع ريد مضارع ولا ريد ماضي هو ذا قول ضمان الرجل العجوز لو كانت ريد دي مضارع كان حطر الفعل اس اذا ريد اللي قدام حضرتك دي تبقى ماضي طب كويس يا مستر انت عملت حلل وتنظر في ريد ليه وانا عايز اخد الاختيار اللي في النقط انت عند حضرتك هنا واو او الوا اللي هي اند بالانجليزة حرف عطف تعطف نفس الزمن على الزمن فاذا كانت ريد دي ماضي بسيط فحتبقى الاجابة بتاعت حضرتك هي الاجابة بيه لان هنا حرف العطف بيحتم علي اخطار الزمن على حسب الفعل المعطوف عليه انها جريمة ان انت تعمل ايه في قانون حقوق الطبع والناشس ايه بقى ان انا انتهك القانون دو افعل القانون يأخذ الاجابة ايه اللي هي تنتهك اربعة هي نقط مع عمتها لمدة تلات ايام الشهر اللي فات حلوة اوي فيه حاجتين مهمين هنا اولا لاست مانس الشهر الماضي دي هتجيب لي ماضي بسيط من ناحية الاجابات اللي تحت هتلاقي كانت بتعودة على الاقامة انا مش هستخدم اعتادة ان في الجملة دي خالص لان مدتها تلات ايام والتلات ايام مدة قصيرة لا تحتم العادة مش هينفع تاخد لها يوز دي تو ما ينفعش اقول لحضرتك انا اعتدت ان انا احضر فرحين ما ينفعش اقول لك انا اعتدت ان انا اقيم لمدة تلات ايام مع عمتي مدة التلات ايام دي مدة قصيرة ما دينفعش تجيب لي اعتادة ان خالص فيها طيب هزي استيد مضارع تام وانا عندي كلمة last month الشهر الماضي دي تدل على الماضي بل اجابة بتاعت حضرتك بمنتهى البساطة استيد انا اعتدت مع عمتي لمدة تلات ايام الشهر الماضي number five بيقول لك the journalist الصحفي the demands المطالب او المطالبات of workers للعمال by placement اللي هي الوضع او الوظيفة she had put the manager's defense at the top of the article حطت الدفاع بتاع المدير فين يا معلم في اعلى المقالة يبقى هنا بقى الجورناليست الصحفية او الصحفي دوت عمل تحيز نوع من انواع التحيز بال placement او بالوضع عملت ايه حطت الدفاع بتاع المدير في اعلى المقالة في حين ان الموضوع اصلا كان عبارة عن مطالبات للعمال يبقى كده تحيزت تحيزت على طلبات العمال بالوضع حطت كلام المدير او دفاع المدير في اعلى المقالة يبقى انا كده هاستخدم كلمة bias علشان معايا كلمة by placement بالوضع يبقى كده هي دي الاجابة bias دي تحيزت ضد مطالب العمال بالوضع حطت الكلام او دفاع المدير في اعلى المقالة number six يقول لك سامة نقطة all the سامة نقطة كل او الدفاعر انا لازم اشتري البعض منها يبقى كده معناها ان هي استخدمتها او خلصتها او يعني استغلت كل الحاجات ديات او معدتش الحاجات دي موجودة طيب فلما حضرتك لازم تشتري البعض او لازم تشتري الاكثر فمعنى كده ان ده اثر لحاجة حصلت هنا في المضارع التام يبقى ده مضارع بسيط كانت بتستخدم ماضي مستمر دوت مضارع تام مستمر ما ينفعش استخدمه طب ليه بقى يا مستر هو مش فعل من الافعال طويلة المدة وانت قلت مع الافعال طويلة المدة تاخد هنا مضارع تام مستمر هنا عند حضرتك كلمة all وكلمة اول هنا بمعنى كل او جميع لو كانت اول هنا بمعنى طوال كنا خدمة مضارع تام مستمر انما هنا كل معناها وبعدين انت ففي عندك هنا اثر هي رايحة تشتري معناها ان الكتب فعلا او الكراريس خلصت يبقى الاجابة هتبقى نمريد دي اللي هي هاز يوزت نمبر سيبن هي ما شافتش الرسالة بتاعتي كانت مشغولة بترحب ببعض الضيوف يبقى هي ما شافتش الرسالة لماذا لانها كانت مشغولة بمقابلة الضيوف يبقى انا عايز هنا لان حلوة او مفيش يعني اثناء يعني لمدة يعني لذلك بتسوي حضرتك عارف ان ينفع تيجي بمعنى number eight بيقول لك secondary school students الطلاب اللي بتوع المدارس السنوي wait for their final exam results بيستنوا نتائج الامتحان النهائي بتاعهم withbated breath withbated breath قلنا معناها بانفاس محبوسة او حطط ايده على قلبه او بيبقى متوتر وهو مستنى النتيجة this means that they ده معناه انه هم ايه بقى معلم are certain they will succeed متأكدين ان هم هينجحوا are nervous and excited متوترين شعرين بتوتر وحماس في التخمين او انتظار ماذا سوف يحدث ولا خلوص معدوش متوقعين ولا are waiting hopelessly منتظرين بلا امل ان هم يرسبوا ولا متأكدين من النجاح طبعا الاجابة ان هم في توتر وحماس منتظرين ما سيحدث number nine بيقول لك I would rather you طيب هنا بقى احنا عارفين ان would rather من التعبيرات الدلة على الماضي الغير حقيقي اه كان من الافضل ان انت ودي معايا فاعل اللي هو you your own business البزنس الخاص بي keep away from my life ابعد عن حياتي يبقى المفروض ان انت كان من الافضل ان انت تفكر في تخليك في شأنك او تخليك في شغلك او تخليك في حياتك وتبعد عني طب انا عايز هنا ماضي طالما ما جابش هنا كلمات تدل على الماضي يبقى مش حارف اخد ماضي تام واصلا الماضي التام مش موجود يبقى الاجابة عند حضرتك هنا من الافضل ان انت تفكر في البزنس الخاص بيك او في حياتك الخاصة وتبعد عن حياتي او عن شأني انا عشرة احد التصرفات او السلوكيات اللي عليك ان انت او تتوقف او لازم تبطلها او تبطل ممارساتها اعمال الخير يعني الفحص او التدقيق او المراجعة الغش تشاتنج الدردشة طبعا الاجابة سي تشيتنج الغش انا نقط الشهادة الجامعية بتاعتي او الدرجة الجامعية في الف تسعمية تمانية وتسعين طيب من ناحية الف تسعمية تمانية وتسعين فدي سنة في الماضي فانا لازم ادور على الماضي البسيط يبقى هاف او غلط وهف بن اواردت غلط. انا معايا كده أوردت ولا وجوز اواردت. يعني ما ناحا مبنية للمعلوم. ما ناحا مناحا. دي بقي وجوز اواردت منيحة منيحة. دي مبنية للمجهول. ينفع اقول انا منحت الشهادة الجامعية. طب حضرتك منحتها. منحتها Ciao! منحتها المين بقى? يبقى مبنية للمعلوم غلط. هاخذها ماضي بسيط مبني للمجهول. انا ونحته. انا منحت درجتي الجامعية في 1990 يعني حصلت على الشهادة هي نقطة ان تسمع ان عربية تسرقت يعني يهلل او يبتهج يعني يفحص او يراجع دي معناها وتد او يثبت في الارض بوتد يدق حاجة في الارض يثبتها يعني ولا انصدمت طبعا الاجابة حتبقى رقم دي عمد حضرتك اللي هي كانت مصدومة او صدمت لما عرفت ان عربية تسرقت ونقطة اجريد تايم احنا نقطة وقت رائع او عظيم لما انت اتصلت بينا لذلك لذلك علشان كده طلبت منك ان انت تنضم لنا او تلتحق بينا يبقى ساعة لما انت اتصلت بينا احنا كنا ايه كنا مبسوطين ومهيصين والكلام ده يبقى انت عند حضرتك هنا وين عندما وجاي بعد منها ماضي بسيط لما انت اتصلت انا قلت لك تعالى انضم لنا او تعالى عد معانا لان احنا كنا مبسوطين في الساعة دي كنا مستمرين في الانبساط او كنا مستمرين في ان احنا بنملك وقت رائع هتبقى هنا ماضي اه آسف هتبقى هنا اه هتبقى هنا ماضي مستمر يبقى انا عايز هنا اقول لك ان احنا كنا بنحصل على وقت رائع هاف هاد مضارع تام هاف بين هافينج ده مضارع تام مستمر وبعدين عندك هاد هاد هتبقى لاجابة دي حد يقول لي يا مستر مش انت قلت ان ما بيتحطش في المستمر? انا كنت بقول لك ان ما بينحطش في المستمر لما يكون معناه يملك. انما هنا معناها يحصل علا. هنا مش معناه يملك. وبالتالي تقدر تخطه مستمر. فعل ما بينحطش في المستمر? لما يكون معناه يملك. غير كده حضرتك هتحطه في المستمر عادي بكافة اشكاله عادة. بقام 14 بيقول لك ان اهوك سنتنس ان اهوك سنتنس ينيد تو في جملة الهوك جملة الهوك دي حضرتك ارجع لفيديوهات المهارات اللي كنا عاملينها قبل كده المفروض ان المقال بيتكون من اه مقدمة وموضوع وخاتمة المقدمة دي اللي هي والموضوع ده اللي بنقول عليه والخاتمة اللي بنقول عليها في المقدمة في عندك اول حاجة في الجملة في المقدمة اسمها الهوك دي اللي هي الخطاف ليه خطاف انا بكتب الجملة الهوك دي علشان الفة نظر واقز بانتباه الايه القارئ فبيقول لك ان اهوك سنتنس في الجملة بتاعت الخطاف ديت انت محتاج ان انت تعمل ايه انا عايز اجرجر الكاتب معا القارئ معايا علشان خاطر يكمل المقال لنهايته عايز ايه الفة انتباه وعايز يعني زي ما بنقول كده ان انا اقنعه انه يكمل المقال في جملة الهوك تلخص مقالك تلخيص المقال ده في الخاتمة في الكونكولوجان طيب ما تنفعش تشد انتباه يعني يشد أو يجرجر أو ينتش تشد انتباه القارئ تريد ده إيسية علشان يقرأ المقالة تدعم وتشرح وتوضح أو تعطي دليل الكلام دوت في تفاصيل البدي ده كده في البدي طيب ليه لإننا في البدي بكتب جملة الموضوع وأبدأ في جملة في بقية البدي إننا أساعد وأساند وأيد وأدعم الجملة دية أو الفكرة دي إننا أحلل النقطتين إننا أحلل وجهتين نظر بإننا أقارنهم أو أعمل بينهم تناقض أربوث أو كلاهما ده كده في المقال الجدلي أو المقال الإقناعي يبقى أنا كده ما عنديش غير الإجابة نبرد به الهوك دوت أنا بنخلاله بشد انتباه القارئ علشان يقرأ المقالة صفحة 62 هندخل بقى في قراءة القطعتين القطعة الأولى بيقول لك فيها What sort of food are we likely to be eating in the year 2030 إيه هو نوع الطعام اللي إحنا من المحتمل إن إحنا هنكون بنكله في سنة 2030 معظم الناس لما تسألهم سؤال زي دوت في ناس بتقول بقى إما أن يقولوا أصلا مش هيبقى فيه أكل ناكله في 2030 يعني أنت تدخل تسأل واحد كده ما شاء الله فتقول له إيه هي أنواع الطعام اللي هنأكلها إن شاء الله في 2030 يقول لك 2030 هيه هو هيبقى فيه أكل في 2030 هنموت من الجوع ما تقلقش حد متشائم يعني or whatever it is واحد هيرد عليك يقول لك whatever it is مهما كان النوع there won't be much taste in it مش هيبقى له طعم دي الناس المتشائمة واحد هيقول لك أصلا مش هيبقى فيه أكل ناكله والتاني هيقول لك مهما كان نوعه مش هيبقى له طعم of course there are good reasons for being pessimistic وأكيد الناس دي عندها أسباب كويسة تخليهم pessimistic متشائمين about the world's food supplies بخصوص إمدادات الطعام في العالم in the future في المستقبل جميل never the less وبالرغم من ذلك not all the experts ليس كل الخبراء share the general despondency مش كلهم بيتشاركوا مثل هذه النظرة التشاؤمية العامة for one thing لسبب واحد although the world's population is rising fast برغم أن سكان العالم بيزيدوا بسرعة food production إنتاج الطعام is keeping pace with it برضو هو كمان keeping pace with it بيتواكب مع الزيادة السكانية وإنتاج الطعام بيزيد زي ما السكان بتزيد even in the developing countries حتى في الدول النامية it's therefore argued that إذن ولذلك بيتم الدفع أو النقاش أو إعطاء أسباب that the main reason إن السبب الرئيسي why people are hungry اللي مخلي الناس عندها جوع أو عندها نقص في الغذاء is not that there is a world food shortage مش علشان فيه نقص في الغذاء في العالم لا مال إيه but the methods of cultivation ولكن طرق الزراعة are not sufficiently advanced ليست متقدمة بما يكفي in some areas في بعض المناطق and the food is not fairly distributed وكمان إن الطعام لا يوزع بعدالة to all those that need it لكل من يحتاجون إذن فيه سببين نقص الطعام مش علشان خطر الطعام مش موجود لا لا أو نقص الطعام أو مشكلة نقص الطعام هي سببين إن الطرق الزراعة not sufficiently advanced وكمان الحاجة التانية إن إيه not fairly distributed إن الفود is not fairly distributed لا يوزع بعدالة moreover علاوة على ذلك in most industrial countries في معظم الدول الصناعية one important cause سبب مهم of trouble للمشكلة is our conservative preference for meat هو تفضلنا التحفظي للحوم مش فاهم يا أستاذ في الدول المتقدمة والصناعية يا باشا علشان يكلوا لحمة نظيفة بيأكلوا هناك الحيوانات اللي بيربوها أكل غالي زي الفول والشعير والأمح اللي مفروض يكلوا الإنسان تهم يعني إيه يعني هم علشان يكلوا أكل نظيف ولحمة حلوة اللي طلعا لهم من الحيوانات اللي بيتبحوها أو اللي هم بيستخدموا اللحم بتاعها في الأكل إنهم بيأكلوا الحيوانات دي يا باشا أنظف حاجة اللي مفروض أصلا يكلها مين يكلها الجعانين من البشر في أفريقيا والبلاد الفقيرة هقول تاني موروبر تنتج لحمة جودتها عالية بالرغم إن الحبوب دي أصلا مفروض تتعمل علشان إنها تأكل البشر إنها تأكل الناس يقول لك يعني إن شاء الله لما أحفادنا يكبروا أكيد هيكون فيه كتير من المشاكل دي تحلت يعني سوء التوزيع بتاع الأكل دوت هيزبطوه يعني إن هم يأكلوا الحيوانات بالحبوب ده حيقللوا منه كمان حكاية إن هم يعني الجزء الأولاني أو السبب الأولاني اللي هو إن الطرق الزراعة مش متقدمة بما يكفي أكيد هأسباب كتير أو حاجات كتير من الحاجات دي هتكون تحلت العلماء دلوقتي بالفعل قادرين إن هم ينتجوا لحوم بقر من مكونات خضروات زي فول الصويا اللي إحنا بنشوفه دلوقتي اللي هو اللانشون والهامبرجر وعندك كمان الحاجات اللي هي اللحوم المصمعة دي كلها بيقولك إن هم دلوقتي بيعرفوا يعملوا لحمة من منتجات زراعية زي فول الصويا ومع ذلك سكيبتكلي يعني إحنا شكين لغاية دلوقتي إن هم ممكن إن هذا الزعم ممكن فعلا ينتج نفس المادة نفسها اللحوم وكمان بطعمها ولون اللحمة بهذه الوسائل The fact is that الطبيعي استحالة طبعا هتبقى مختلفة عن الطبيعي المهمة question number 15 بيقولك according according to the passage طبقا للقطعة using vegetable ingredients استخدام المكونات الزراعية أو القضروات in one of them is one of the methods هو أحد الطرق to overcome the shortage of A هو أحد الطرق للتغلب على A وإحنا لما تكلم دلوقتي حالا في القطعة عن vegetable ingredients المكونات الخضروات تتكلم عليها في الجزء الأخراني بتاع فول الصويا ده فبيقولك إن الحاجات دي أصلا معمولة علشان تعوض اللي هي مين اللحوم واللحوم دي اللي هي ميت طيب أنا ملاقتش لا استيكس ولا ميت تحت طيب ما هي اللحوم أصلا علشان إيه اللحوم أصلا علشان تدينه علشان تدينه بروتين وبالتالي إجابة السؤال هتبقى خمستاشر عند حضرتك هي إن هما بيستخدموا مكونات الخضروات علشان يعوضوا النقص أو يتغلبوا على نقص اللحوم أو البروتين يعني طيب عاد تعال على السؤال رقم ستتاشر بقولك الفقرة الأخيرة اللي هي بتتكلم عن فول الصويا في تصنيع اللحوم إيه هي اللي هتلخص إن فول الصويا هيغير طعم اللحمة لا ياريتوا أصلا يطلع لحمة من أساسه هما مش بيضفوا على اللحمة ده هما بيعملوا لحمة دلوقت بتتكلم عن فول الصويا واللحوم ومكونات الطعام القطعة أو الفقرة بتتكلم عن اللحوم والدهون أو الفول أو البقوليات والدهون والجلد هي دي الإجابة فول الصويا كبديل للحم لو هتروح تاخد نمرت إيه ما ينفعش تاخدها لأن بيقولك إنه كده عايز يضفها على اللحمة علشان تغير طعمه لأ هو فول الصويا كبديل للحوم تبقى الإجابة نمرت دي وتعال على السؤال 17 مش هيحصل نقص في الطعام في المستقبل لو الأكل إيه؟ مش هيحصل نقص في الطعام في المستقبل لو الطعام ماله تم توزيعه بعدالة توزع بطريقة ظالمة طبعا مش هيحصل نقص في الطعام لو إحنا وزعناه بعدالة 18 مشكلة الطعام مشكلة الأكل دي ممكن نحلها لو إحنا عملنا إيه؟ خد عندك استخدم الإنترنت ووسائل الإعلام استخدم طرق متقدمة في الزراعة ده اللي قاله فوق بيقولك إحنا لغاية دلوقتي لو نستخدمش في بعض الدول النامية أو في أكثرها ما بيستخدموش طرق متقدمة في الزراعة استخدم مياه أكثر من البحر ننقي ماء النهر طبعا اللي ورد في القطعة إن إحنا عايزين نستخدم طرق متقدمة في الزراعة في الدول النامية علشان نتغلب على مشكلات نقص الطعام تعال على 19 بيقولك تبقى للقطعة الغذاء بتاعنا ممكن يكون نقط في المستقبل نفسه صعب مختلف تقليدي طبعا مع التقدم العلمي والزراعي والصناعي ده وبيصنعو لك دلوقتي لحمة من فول الصوية أكيد الغذاء بتاعنا ممكن يكون مختلف نوعا ما في المستقبل نوع 20 بيقولك نطعم الحيوانات حبوب علشان تنتج لنا في الدول المتقدمة بيأكلوها حبوب وطعام جودة عالية علشان يطلع لنا لحمة جودة عالية كمية كمية لحوم عالية الكمية دهون وإمدادات طعام خضروات وجلد هاي كواليتي اصحى هاي كواليتي بيف تنتج لحم عالي الجودة في كوانتتي كمية وفي كواليتي جودة الإجابة هتبقى دي هي الإجابة الصحيحة 21 بيقولك طبقا للقطعة انتاج الطعام بيزيد نقطة السكان طبقا للقطعة قالك ان زيادة السكان بيقابلها زيادة في انتاج الطعام ما تقلقش مافيش خوف الخوف من سوء التوزيع والخوف من المشكلة بتاعة التقدم في وسائل الزراعة والمشكلة كمان في ان الاوروبيين او الدول المتقدمة بيأكلوا الحيوانات بتاعتهم حبوب المفروضة كلها الانسان المشكلة ان في القطعة الراجل قالك مفيش قلق من ان عدد سكان بيزيد زي ما بالزبط الانتاج بتاع الطعام بيزيد فمفيش خوف يبقى الاتنين مع بعض معناها ان انتاج الطعام بيزيد بنفس سرعة زيادة السكان ويبقى الاجابة بيه الفكرة الرئيسية اللي عايزها بالقطعة ايه الراجل بيتكلم في القطعة كلها عن اسباب نقص الطعام في العالم هو يعني ما قدمش حلول غير في الاخر قالك يعني ان احنا بيقولك العلماء شغالين والكلام الكلام كله والحوار كله من بعد المقدمة في الباراجرافين دول اللي هما يعتبروا اكبر باراجرافين في القطعة كلها بيتكلم عن الاسباب بتاعت الليل نقص الطعام او الطعام احنا حاسين انه ناقص او انه مش موجود او انه مش متوفر للبشر يبقى الراجل هنا هيتكلم ايه عن اسباب نقص الطعام وفي البراجراف الاخراني قالك السلوشن عليه او الحل بتاعه وبالتالي تبقى الاجابة هتبقى نمرت بيه تعال على القطعة التانية والقطعة التانية دي كانت جاية في امتحان 2021 بتتكلم عن واحد اسمه باسل راشد دي وظيفته كان راجل يعني محقق بتاع جرائم مشهور جدا بيشتغل عند رجال الاعمال يعني شغال محقق قطاع خاص عشان يحميهم ويحل الغموض او الالغاز المتعلقة باعمالهم مال وباسل راشد ده كان لسه مخلص شغل في جريمة ان اسوان في اسوان ولسه مروح البيت في القطار الاسباني واحد هيقول لي ازاي مستر في اسوان وركب في اسبانيا لا هو القطار الاسباني ده احد القطارات اللي شغال عندنا في مصر لما باسل ركب القطار لحظ حاجة غريبة طبعا محقق بقى وشغلته ورجل بتاعه يعني ملاحظته قوية ينوتس دات لاحظ ان ان الاطر ده ان الاطر ده بشكل غير معتاد شكله مليان شوية بالناس في هذا الوقت من السنة وبسرعة بعدما الاطر ساب اسوان ايجا رجل غني اسمه مستر موراد ماله ده طلب من باسل انه يحميه لانه بيعتقد ان حياته في خطر بالرغم ان موراد اعرض على باسل فلوس كتير علشان يفعل ذلك موراد صاحبنا باسل راشد او المحقق ده لم يصدق القصة بتاعت الراجل ورفض انه يساعده كويس اثناء الليل القطار تطر انه يتوقف بسبب امطار غزيرة في الصباح التالي موراد ميت قتل قتل وباسل ما صدقش قصته ورفض انه يساعده وقال له مش هساعدك القطر وقف بالليل علشان المطر انه ممكن حاجة من الاتنين انه يكون حد ركب القطر وهو واقف وقتل موراده نزل تاني او انه بالفعل ناس من اللي كانت ركب القطر معاه تكون قتلته وما يكونش تقتل من حد جاي من برا القطر تمام ناو باسل بليف موراد سستوري دلوقتي باسل بعد ما موراد اتل صدق قصته ومعا مع دكتور كان ركب في القطر ومعا مع دكتور كان ركب في القطر اللي كان هو كمان ركب القطر بدأ يشتغل علشان يحل الغاز الجريمة The two men soon discovered that موراد had a secret identity الاتنين اكتشفوا انه موراد ما كانش اسمه موراد وانه كان له هوية سرية او انه اسمه الحقيقي مش موراد he wasn't a business man ما كانش رجل اعمال اصلا but a criminal مجرم كان مكروح بواسطة الكثير من الناس حلوة اوي بعد ما فتشه الاطر وفحصوه كويس موراد سبادي وكمان جسة موراد باسل ادركة that the man had almost certainly been murdered by one of the thirteen people from the same part of the train اكتشف وعرف انه بالتأكيد موراد تم قتله بواسطة واحد من التلاتاشر اللي كانوا ركبين معاه في نفس الجزء من القطر او في نفس عربية الاطر اللي كان ركب فيها اه يبقى كده معناها ان موراد تقتل مش من حد جاي من برا القطر ساعة المطر ده من جوه القطر وكمان ده فيه تلاتاشر واحد اه علشان كده عرفنا بقى القطر كان فيه زيادة ليه او عدد ناس ركبين ليه تلاتاشر واحد موتورين ومتدايقين من موراد ده واحد فيهم هو اللي قتلوا لانه كلهم عندهم اسباب تخليهم يقتلوا اللي كانوا ركبين معاه في نفس الجزء من القطر از موراد زي ما كان موراد راكب this meant that وهذا كان معناه there were thirteen suspects ان فيه تلاتاشر مشتبه به one by one واحد وردتاني basil discovered that these thirteen people all had a good reason to hate موراد اكتشف من التحقيقات ان التلاتاشر واحد دول كلهم كل واحد فيهم عنده سبب جيد انه يكره موراد ويكون عنده دافع لقتله together مع بعض they had carefully planned what they were going to do ثم التلاتاشر بقى طلعوا مكتشفنا انه هما كلهم مخططين بحرص اللي هيفعلو and had all taken part in the murder وكلهم اشتركوا في قتله that was why the Spanish train had been so full on that journey وده السبب اللي كان مخلي القطار الاسباني كان مليان اوي في الرحلة دي لان كان فيه تلاتاشر واحد زيادة ركبين كلهم مخططين انه هما يقتلوا موراد 23 the choice that can summarize the fourth paragraph is الاختيار اللي ممكن يخلينا نلخص الفقرة الاخيرة الفقرة الاخيرة اللي هي تفتيش القطر واكتشاف انه فيه تلاتاشر واحد اشتركوا فيه قتل مين موراد ايه بقى اللي يلخص الفقرة الاخيرة ديت الاجابة طبعا هتبقى اكتشاف او تحديد مين هو مستر موراد حقيقة ووظفته الحقيقية المفروض طبعا ان الكلام دوت مش عارف اقول لك ايه يعني هنا بيقول بعد تفتيش جثة موراد باسل اهو ادرك ان ايه هاد قل مسترتين لبين ميردرد انه تقتل بواسطة التلاتاشر واحد من نفس الجزء ان التلاتاشر دول واحد ورد تاني اكتشفوا الكلام طي الا ازا بقى كان ان الفقرة التالتة دي معاه يعني ان باسل اكتشف او صدق قصة مراد واكتشف انه هو مهواش مراد سيكرت ايدنتي له شخصية سرية المهم هتبقى الاجابة عند حضرتك طبعا حماية الراكبين الاخرين غلط اكتشاف الباسبور السري ما جابش سيرة باسبور وبعدين جسوس اكتشاف انه مراد كان مخطئ كلها اصلا اجابات غلط مفيش اجابة تقترب من الحقيقة غير انهم عارفوا وظيفة مراد الحقيقية انه مجرم اصلا مش رجل اعمال وتحديد هويته السرية ده طبعا بعد منضيف التلت سطور دول اهم من اول ناوباس دي لغاية تحت تبقى هي دي الاجابة طبعا واضح جدا ان الكتاب ملخبط في الفقرات ما انتش عارف انهي فقرة والدنيا خراب يعني مش باين غير ان دي فقرة واحد وفقرة اثنين وبعد كده الدنيا ملخبطة من اول لغاية الاخر ما انتش عارف ايه الفقرة وايه اللي مش فقرة الا اذا كانت دي تعتبر فقرة اخيرة والدنيا بعد كده ملخبطة المهمة اصلا علشان بس ما نطولش في السؤال ونديله اكتر من حقه هو مش باين اساسا في الاجابات كلها غير الاجابة نمرت ايه لان حماية الركاب دي ما وردتش في القطعة خالص ونمرت سي كمان القصة بتاعت انه مراد باسبور سري مفيش باسبور وانه جاسوس مقالش واكتشاف انه مراد كان مخطئ لأ مراد ما كانش مخطئ مراد كان على حق في انه عايز حد يحميه لانه بالفعل اللي ديتها تقتل شكرا الاجابة عندك نمرت ايه هي اللي واضحة انها صح 24 باسل ما كانش عايز يساعد مراد طبعا لانه اعتقد انه كذاب او ما صدقش القصة بتاعته يبقى الاجابة نمرت دي اللي هي لانه اعتقد انه كاذب باسل اكتشف ان فيه 13 من المشتبه بهم لانه طبعا ما عرفش برضو ما وردش الكلام ده في القطعة وما قالش عليه لكن هنحاول ان احنا نجتهد ونجاود باسل اكتشف ان فيه 13 مشتبه به لان مراد طولدهم وهو بيموت مراد اخباره هو بيموت لا الراجل عمل تشيك فحص او عمل تفتيش لكن ما جابش حكاية بس هنمشيها هينو ذي هيتد مراد كان عارف ان هم كارهين مراد هيعرف منين كان بيشم على ظهر ايده اكتشف بعد كده دكتور طولدهم سود دكتور اخباره بذلك الدكتور كان بيحقق معاه وهو كمان ما يعرفش حاجة مفيش غير الاجابة نمردبيل اللي هي انه تأكد من هويتهم او شخصياتهم هي دي الحاجة الوحيدة لان كلمة تشيك هي اللي وردت في القطع السؤال رقم 26 كمان من الاسئلة ثورني كويشنز او الاسئلة الشائكة او يعني فيه جدل حوالين السؤال ده بالرغم ان باسل رفض انه هو يساعد مستر مراد كان محقا في انه ما يساعدوش طبعا لا ما الرجل اتقتل شك في عدد قليل من الركاب طبعا نشوف ساعد الدكتور انه يوصل للحقيقة للأسف الشديد كتاب المعاصر جاي بالاجابة نمرد دي هي الصح يقول ان الاجابة نمرد دي هي الاجابة الصحيحة في سؤال 26 انه هو ندم على مساعدة مستر مراد ندم على مساعدة مستر مراد هو مساعدوش اصلا ازاي يبقى ندم على مساعدة مستر مراد هو مساعدوش اساسا بالراحة يا جماعه بالرغم النباس اللي رفض مساعدة مستر مراد هي وزنترايت لم يكن محق في مساعدته مساعدوش اصلا عشان يبقى محق ولا مش محق مع السلامة يا نمرد ايه النبوزج بتاع المعاصر بيقول ان هو ندم على مساعدته لمستر مراد ما هو مساعدوش يبقى شكرا يا نبوزج المعاصر الاجابة غلط تعال بعد كده على بيودي بالرغم النباس اللي رفض مساعدة مستر مراد إلا إنه هو ساعد الدكتور في الوصول إلى الحقيقة كلام زي الفول شك في عدد قليل من الركاب التلاتاشر مش عدد قليل وكلمة فيو دي معناها قليل ولا يكفي أنا مش عارف أقول لكين نروح ناخد الإجابة نمرد بي اللي هي ساعد الدكتور في الوصول للحقيقة المفروض إن الدكتور هو اللي ساعد مستر مراد مش مراد اللي ساعد الدكتور بس حنمشيها هما الاتنين تجذر هو كاتب فوق في القطعة تجذر الاتنين مع بعض يعني وصلوا للحقيقة وحققوا في الموضوع شكوا في عدد قليل من الركاب ده المشتبه فيهم طلعوا تلاتاشر تلاتاشر ده في جريمة أتل ما هوش عدد قليل بالعكس بل إنهم تعاونوا تمام كده فلو جينا نبص برضو في القطعة نشوف الموضوع ده وتنحاول إن احنا نتأكد منه هنلاقي الولثي ويزد اسمان ماشي مع السلامة وباسل والراجل قال له إيه إن عايزك تساعدني وهو رفض إنه هو إيه ورفض إنه هو إيساعد طب مراد فاون دد لأيو مقتول هاد بين ميردرد هاد سامون جوت ان دا ترين ان ديكلد هم ناو باسل بليف مرادس ستوري مع بعض مع الدكتور وووز ألسو إن مش عارف إيها مرادس بادي والكلام دوت يبقى إحنا كده هنروح مع الجزئية بتاعت إن هو تعاون مع الدكتور مباشرة الكلام دوت هو المفروض اللي يبقى الإجابة الصحيحة أو الشبه مؤكدة لهذا السؤال العقيم اللي بقى لنا ثلاث سنين عمليين نحله وبرضو نفس الإجابات ونفس الغلطات لما الواحد خلاص قرى بيجرى له حاجة الإجابة أنا هروح مع الإجابة نمرد بيها جدعان وإجابة نموذج المعاصر اللي عملها نمرد دي ديت مش مظبوطة 27 The central idea of the story is الفكرة المركزية أو الرئيسية للقصة إيه القصة كلها بتدور حوالين إيه أو الكلام عن إيه طبعا هنحط لها عنوان كده بعنوان مثلا جريمة القطار الأسباني أو الجريمة الغامضة بتاعة القطار الأسباني هتبقى الإجابة دي اللي هي The Spanish Train Mysterious Crime الجريمة الغامضة بتاعة القطار الأسباني 28 بيقولك مراد مراد اعتقد أنه بالتأكيد في خطر لذلك لذلك طلب المساعدة مراد حاسس أنه وفي خطر لقى الباسل ده محقق ركب الأطر راح طالب من المساعدة طلب باسل باسل للمساعدة باسل كان في أسوان بيعمل إيه باسل كان في أسوان بيعمل إيه طبعا لأنه كان في مهمة سرية بيحقق في الموضوع بتاع أحد رجال الأعمال كان في مهمة سرية تبقى للقطعة One must not the others when they ask الواحد مننا لازم نقط الآخرين لما يطلبوا الدوت يبقى must help لازم يساعدهم ما ينفعش ignore يتجاهلهم ولا encourage يشجعهم ولا defeat إن هو يهزمهم أو ممكن يا أستاذ يشجعهم أو بس القطعة بتاعتنا ما كانش فيها تشجيع للأسف تعال بقى على القطع بتاعت الترجمة بيقول لك المجتمع المتحضر ينبغي أن يعامل كبار السن حتى لو كان المجتمع دوت متعدد الثقافات الإجابة عند حضرتك بيقول لك المجتمع المتحضر اللي هي الإجابة ينبغي عليه أن يعامل كبار السن معاملة جيدة حتى لو كان مجتمع متعدد الثقافات اللي بعدها بيقول لك يجب أن يراعي في تعامله الأعضاء القدماء يبقى غلط كبار السن ويجب على المجتمع المتحضر أن يعالج كبار السن هنا بيتكلم على المعاملة المجتمع المتحضر هو الذي يجب عليه أن يتعامل مع صغار السن يبقى الإجابة إيه 32 أحد برامج الإصلاح الحالية هو تحفيز الاستثمار أو تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي الإجابة في 32 برضو هتعبى الإجابة نبرة إيه أحد برامج الإصلاح الحالية تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي أحد برامج التغيير غلط أحد برامج الإصلاح الحالية زيادة الاستثمار في المجال الصناعي هو بيتكلم على تحفيز كلمة يعني نحفز أحد برامج الإصلاح الحالية تحفيز الاستثمار في المجال الصناعي هنا غير المجال الصناعي ده في المدرسة بناخد مجال صناعي ومجال زراعي. بتكلم على القطاع سيكتور. نعم لو قال المجال كان حيقولها فيلد. فيلد يعني مجال. لكن هنا بيقول سيكتور قطاع الصناع. تعال بقى من عربي الانجليزي بيقول لك يرتكب البعض خطأ كبير ببحثهم عن الشهرة لاعتقادهم بانها سبب للسعادة. طيب انا بقول ان يرتكب البعض ما تجيش على كلمة مستيك وتقول كومت. لان المفروض ان مستيك بيتبقى مع ميت. يبقى ما تقولوش مع السلامة. وهنا بيقول لك ميت ارتكب ماضي. هون الرجل بيتكلم هنا في صلة المضارع بيقول لك يرتكب. يبقى كلهم بيتهيقل كده بره بسبب وميت. والاجابة تبقى عند حضرتك هي الاجابة. نمرت ايه? اللي هي بحث عن الشهرة. لانهم بيعتقدوا انها سبب السعادة. الرعاة تلاتين بيقول لك انها مسئولية الوالدين ان يقوموا بتنوير الشباب بالاثار المدمرة لتناول المخدرات القاتلة. والاجابة هنا برضو. هتبقى ايه اللي هي اه 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 او تعال اما ندور نشوف الحكاية هتجيب معنا ايه ولا بيه? بيقول لك في انا بيقول لك العميقاتة. تماما. ليبقى دي مع السلامة اه طب تعال اما نشوف ايه ودي. بيقول لك فيها ب английس دوالدين. هنا بيقول لك. بيقول لك يقموا بتنوير الشباب وهنا بيقولوا مع السلامة امردين. يخلي الشباب غير واعي. لا يا باشا مش غير واعي ده عايز الشباب يبقى واعي. يبقى لاجابة انها مسئولية الوالدين انهم يخلوا الشباب واعيين او مدركين لاثار المدمرة لاخذ المخدرات القاتلة. يبقى الاجابة عند حضرتك الاجابة الصحيحة والحمد لله انها ما طلعتش ايه زي التلاتة البقية ايه 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 وانت ماشي كده والدنيا زبادي خلاط. بيقول لك بقى في السؤالين بتوع القصة اللي عليهم اربع درجات بيقول لك قيم توظيف اللي هو المؤلف للطبيعة علشان يعكس المزاج الداخلي او الحالة الداخلية لبيب في بداية القصة. طبعا بداية القصة بيقول لك ان السماء كانت دارك والجو كان كولد والسماء وصفها باللون الرصاصي وحاجة غم كده. وطبعا السماء كان لونها احمر. وبيب عمال يعيط. فالرجل وظف الطبيعة علشان يعكس نفس الحالة النفسية. آآ فهقول هنا ان استخدم الطبيعة. آآ علشان يعكس. بيب سمود. المزاج او الحالة المزاجية بتاعت بيب. زي المراية بالضبط. حلو يا عم. ازاي بقى اتوضح. تمام. بحاتقول هي described the sky. وصف السماء. as cold and gray which made the atmosphere. مما جعل الجو بتاع القصة غلومي كئيب. وشكرا. ما تكتبش كتير وما تكترش على نفسك علشان ما تغلطش. ستة وتلاتين. ديكنز تشوز ده مين كاراكتر بيب. توناريد دا نوبل. آآ ليه ديكنز اختار بيب اللي هو البطل بتاع القصة علشان يحكي القصة. ليه حكى القصة على لسان بيب. او داس ديس هيلب دي رايتر وده ازاي يساعد الكاتب. طبعا بمنتهى البساطة اننا لما هستخدم البطل بتاعي كاراوي للقصة حوصل الشعور مباشرة للقارئ. فعلشان ايه بقى لكي يجعل القصة. خليها يعني بشكل شخصي جدا. خليها شخصية. يشخصانها في حد اللي هو بطل القصة. and believable وقابلة للتصديق او يمكن ايه تصديقه. ان انا مش هحكي بقى حكاية عن حد. لا بانا هخلي البطل نفسه هو اللي آآ يحكي. تمام كده. وكمان بيكوز. هي ووز او بيب ووز ده من كاراكتر. الشخصية الرئيسية. فهو اولى واحد انه هو ايه? ده من كاراكتر ان دا ستوري. فهو لما يبقى المين كاراكتر يبقى هو اولى واحد انه يحكي القصة بنفسه. طيب تعال بعد كده على write six lines. اكتب ست ستور. طبعا ده اللي حصل في امتحان السنة اللي فاتت. هتكتب فيه topic sentence. جملة الموضوع بتاعك. وبعدين هتبدأ تخش فيه التفاصيل او بمنتهى البساطة يا باشا انت يعني من الاخر كده باراجراف ست سطور يعني ادخل ما تعدش تكتب في مقدمات لانه هما كلهم ست سطور. فلازم من الاخر كده تبدأ في المميزات وتختم بالعيوب زي ما انا كاتب لحضرتك اهو قدامك. صد لباشا. انتحان الوحدة الاولى. وبيقول لك اكتب ست سطور عن الموضوع الاتي مميزات وعيوب المنافسات او المسابقات الرياضية العالمية صد شئاز مثلا فيفا وورلد كوب كاس العالم بتاع الفيفا والالعاب الاولمبية انصر الاجابة قدامك. على طول خش في الموضوع المنافسات الرياضية العالمية زي الفيفا والالعاب الاولمبية. على فكر ده العنوان انا اخدته وكتبته وحطته في جملة. فوستر. فوستر ادي اول مميزات ليها. فوستر يعني تعزز. تقوي. جلوبال يونيتي الوحدة العالمية او وحدة العالم. وبتعملي تاني تشجع التبادل الثقافي. وتحفز الاقتصادية المحلية زي قطر اقتصادها 12 في الموضوع بتاع الكاس العالم اللي حصل. وتعزز او تحفز الاقتصادية المحلية through tourism من خلال السياحة. لسه بكمل في المميزات. كمان بتلهم تلهم تلهم تعمل لهم الهام. الافراد worldwide على مستوى العالم انهم ينضموا للرياضة. promoting healthier lifestyle وتعزز لهم نمط حياة صحي. بس كده لغاية هنا مميزات. نص القطعة بالضبط مميزات. بقولك فيها ان الالعاب الرياضية العالمية زي الفيفا والالعاب الاولمبية بتعزز الاتحاد العالمي او وحدة العالم. تشجع التبادل الثقافي وتحفز الاقتصاديات المحلية من خلال السياحة. وكمان بتلهم الافراد على مستوى العالم انه هما ينضموا الى العب رياضية معززة السلوب الحياة الصحي لهم. روح داخل في العيوب اقول له however ومع ذلك هيقلب بقى الناحية التانية زكر فوق مميزات قالك ومع ذلك. they also have drawbacks ايضا لها drawbacks يعني disadvantages يعني عيوب. ايه بقى العيوب خش? these events often require substantial financial investments. اه الاحداث العالمية دي معلم غالبا بتتطلب. substantial financial investments استثمارات مالية ضخمة جدا. القطر قطر تكلفت مليارات علشان تعمل الكلام اللي عملته ده كله وتبهر العالم. وبالتالي دي استثمارات مالية ضخمة from host countries من الدول المضيفة للبطولات دي. زي قطر. which may not always واللي مش ممكن دايما ييلد. ييلدي هنا مش مش جاية اسم جاية فعل بمعنى يجني. which may not always yield the expected returns انه في الغالب مش دايما بيجني العوائد المتوقعة. returns يعني العائد وexpected يعني متوقع. يعني قطر صرفت مليارات. هل كسبت ولا يمكن خسرت ولا هل عوضت عوضت خسرتها وبس وما كسبتش حاجة. صرفت مليارات مليارات يعني ارقام كبيرة جدا وفلكية علشان تبهر العالم وعلشان تستضيف الحدث وتكون على مستوى عالي جدا. جميل وحققت ده فعلا ونجحت وبرافو عليهم. كويس. لكن هل بقى العائدات المتوقعة اللي كانت منتظرها القطر جت فعلا وعوضت ده ولا هو خسرت فلوس ولا ايه طبعا ما نعرفش لكن دي احد العيوب. العيب التاني additionally يعني بالاضافة الى ذلك او اضافة. they can lead to overemphasis on winning at all costs. ان ممكن يقدي الموضوع دوت الى محاولة التأكيد على الفوز at all costs باي تكلفة. في لعيبة بتاخد منشطات علشان تفوز باي تمام. لمسابقة عالمية وعايز اسمي يتلمع وابقى مشهورة على مستوى العالم واخد فلوس. ففي عيب تاني ان في بعض الناس انه ممكن الموانفسات العالمية دي تؤدي الى over emphasis. الافراط في التأكيد على الفوز at all cost باي تكلفة. نتيجة لذلك بتشجع سلوكيات غير رياضية. زي تعاطي المنشطات. تعاطي المنشطات. تاني الحتة دي. بالاضافة الى ذلك. زي كان lead to over emphasis. انها بتأكد بزيادة على الفوز at all cost باي تكلفة. بتنشالي من المحتمل. تشجع السلوكيات الغير رياضية. مثل تعاطي المنشطات او المواد المنشطة. وبكده اكون خلصت مع حضرتك الامتحان. وكمان ان شاء الله بازن الله هسيب لحضرتك في صندوق الوصف الباراجراف دوت لو عايز تحمله او عايز تنقله ورايا تكتبه او قدام حضرتك اعمل post للشاشة وانقله وتحاول تطلع الكلمات اللي فيه تستفيد منها وتحفظها علشان لو بعد كده تعرقت الموقف زي ده تعرف تكتب عن الموضوع وطبعا ده اجتهاد شخصي ممكن يكون عند حضرتك مميزات تانية في دماغك وعيوب تانية في دماغك ياريت او عتفكر ان انا اللي كاتبه ده نموذج وان هو ده بس الصح وغيره غلط او عتفكر كده الكتاب عبارة عن تكرب يارد على دماغ او على تفكير او على مخ الكاتب اللي بيكتبه فبيكتب اللي عنده بلغة المفروض انها تكون سليمة ووضحة وصحيحة وزي ما هو بين قدام حضرتك اهو وما طولش على حضرتك معلش خدنا وقت طويل في الامتحان بس حبينا ندي كل حاجة حقها ما تنساش لايك وشير وصبسكرايب ودعوه حلو من كرجل يا طيب وشفق على خير قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته